موسيقى السلام عليكم في نهاية كيف انتم؟ ان شاء الله يربي تكونوا بخير على خير وهذا الفيديو يقعكم ساحة جيدة ارجعت لكم فيديو جديد وكما تلاحظون في فيديو ان شاء الله يربي غنحضر معكم السفنج المغربي بطريقة بسيطة سهلة ونجحة 100% ومكونات بساط والنتيجة كما كتشوفو البنات بحال السفنج نطولش عليكم دوزو المقادير المقادير البنات سهلين بساف ومتوفرين كل بيت كما كتشوفو غنحتاجو الطحين حسب الكمية حسب الععداد للأفرد العائلة غنحتاجو واحد مغروفة كبيرة الخميرات الخبز حيتاش دابا الجو بارد اذا كان الجو ماشي بارد مغروفة صغيرة ولا مغروفة ونص نحتاجو واحد البيضاء صراحة هذي ما كنشوفو بزاف كيف يستعملوها ولكن انا كتعجبين عملها كتعطي واحد قرميشة زوينة بزاف السفنج دينا غنحتاج شوية دملح واحد قبيصة دملح اللي تصحيح الدوق صافي وغنحتاجو واحد مغروفة صغيرة ديال السكر سانيدة وغنحتاجو بطبيعة الحلمة سوف نستعمل هذا الكس كبير سوف نجمع المقادير كاملة ونرجع معكم ونشوفو ما يدلو الماء نحنا مبنزة بعد مجمعة العناصر وحدك كاملين عملت الكس الماء وكان خصني وحيد الكس تقريبا بلدت في غير هذي شوية الفقانية غيق الدهكة يعني ما زيتو شي كامل وصافينا نوريكم القاوم ديال العجينة كيفاش كتجي هكا تجاه البنات شوية شجارية صراحة انا من الناس لي كيفضلو السفنش ان العجينة ديال السفنش تكون جارية يعني واكي تعدلت بالعجينة هكا قاسحة ولكن فشك تكون العجينة مرخوفة كيكون حسن وكيجين فش حسن سافة البنات ستفا نبدأ بالطريقة الخدمة واللي هي اهم مرحلة في هذا الشي كامل نبدأ شوية الدية بالماء ونبدأ نعمل هذي الحركة كما تشوفوه نحاول ما امكانان نخشي الدين داخل ديال العجينة ونفرغها من الهواء اللي فيها ونعاود هذي سفنجة البنات يعني ما كان يحتاجوا فيه لا ما كان دلكوه متاشي حارة اهم خطوة ولا الخطوة الاساسية اللي كتخليس سفنجين فشو كيجي بحال يزمقها هذي الحركة قدرش ما قدرتوا عليها يكون احسن قدرش ما تعملت لهذه الحركة كيجي مفشفش الهواء يتخوى من داخل ويعودت جدد الحاجة اللي كتساعد باشا الناس يجي عندنا مفشفش من داخل وكيجي مقرمش نحاول انا نوريكم الطريقة كنشرح لكم هذي الحركة يعني بالشطرح المبسطة باش شفهمو كيفاش صافة البناس من بعد صافة غنخليها غننزيد واحد الخطوة اساسية واللي انتسيت مذكرة شي في المقادير واللي هي واحد شوية تقريبا واحد مغرفة كبيرة غنزيدها من فوق العجينة ديالي وغنعمل نفس الحركة يعني باش غندخل فيها هادك الزيت ديالي غنعمل نفس الحركة شو ما كيما كتشوفو هو البناس فغمو والعجينة جات مرخوفة بزيف ولكن كيجي ووعر سفنجة البناس يعني غيصبروا معاهو شو ما كيما كتشوفو البناس نخويها من داخل يعني نخويها الهواء اللي فيها ونعاود يعني ما كان من لشي صراحة ايدك يجي سفنجواعر بالزفح نستمر على هاد الطريقة اه اه البنات سعينا به هاد الطريقة ولا به هاد الحركة اه كتلاحظوا بلي ان العجينة ديالنا كي تكونوا فيها بقاعات اه واحنا مازال ما عملنا هاد خمر ان شاء الله ان شاء الله يا رب البنات للطريقة تكونوا فهمة حيتي تشوفو غيم وزوينة مويمة البنات صافي انا غن توقفها نايا غنعملها دابة ترتاح واحد شوية ان شاء الله وقبل البنات ما نعملها ترتاح ان زيد له واحد شوية ديالتي تكون بقالية باش ان شاء الله مني بغي نعودها نعودها نصافينا البنات غنغطيها مهم انا كنفضل يعني اه الاختيار الشخصي كنفضل انا نغطيها بهذا الغطة ديال الطنجرة حسما نعمل له السلوفان حيتي اشتبار كلاك تطلع بزف وكيل صغير عجين في السلوفان يعني كنغطيها به هاد كي يكون واحد شوش ديالي سباس ما بدا مهمة البنات هنخليها تخمر ونرجع لكم هنا البنات مبعد ما خليت العجينة تخمر كما كنت تشوفوا صبار كلاهرة تلعتيني لمدة ما خليتها بزف ولكن تلعت نحن كنت تشوفوا البنات هاد الخبيط اللي كي يكونوا هنا وما لكي يخليوا السفنجين يجين فش فش وكي يخاوي من الداخل مهمة البنات هنا مبعد ما محيت قليلاة تكلي كالاة المهمة البنات احاول ما امكانان ان نخويها شوي من لهوة ونخليها زرتاح وحد شوية صراحة البنات هاد العمال يني ديال انها تتعاود لا تتخويها من لهوة وتخليها أحوة ثانية تكون فيها هوة اخر كتخلي العجينة جيواء راسفنجينكم جيواء كما كنت شوفوا كنت شوفوا الفقاعة تلعيني شايدات مرحلة الأولى سفنج نتزالت سوف ندود معكم البنات لطريقة التشكيل لنبدأ الطياب سوف نحتاج البنات لتشكيل السفنج سوف نحتاج 1 سنة لنشكله نتيجة عدى صراحة لكن النتيجة زوجة و تستحق أن نصبر عليها كما قال لكم البنات عدى لطا دياليا و صينيا و نحاول ممكن نفرغها من هذا الهواء و نشكلها على شكل الكوائرات كما قلت لكم البنات عدى و لكن النتيجة زوجة أنتوى جدت من خطر لأنه مهمة لتشكل في الخطر لأنه المهمة سوف نستمر بهذا الطريقة لأن كل أحد يشكل عن طريقة طياب و ما يحصل و هو مهمة التي تشكلها بشكل عام سنكمل إلى هذه العملية و أنتقلوا إن شاء الله يربي و أن ينطرهم طريقة الطياب يحتاجها مهمة اشتركوا في القناة 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 كنخليها تتحمر لها من جنب وكنقلبها يعني طريقها رها واضحة حاولت ما أمكن أن ننشحها لكم ما أمكن باش إن شاء الله يربي تجيكم سهلا وصافي هكا كتكون سفن جديا نوجد إن شاء الله يربينا الإعجاب ديالكم و الطريقة تكون فهمة وهنا البنات حليت معاكم باش تشوفوا تقارميشة كيفاش كتسمع وكتشوفوا السفنج ديالنا كيفاش خوي من الداخل كيجي رائع البنات كيجي تمام بحال يزد نقاو حسن وهكا البنات الوصفة والفيديو دياليو ما يكون سهلا إن شاء الله يربي تكون نالت الإعجاب ديالكم وتكونوا استفتوا إن شاء الله يربي تجربوا هنا الإعجاب ديالكم وتصروا الدولية في اللي كوموتر إذا عشيكم من هذا الفيديو ما تنسوني شي بلايك وبلي كومنتر تبينيو ديالكم ولي ما زل ما نشترك بالقناة كنتم من يشترك ويفعل جرس تاني ويجب عليكم كل جديد